الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعض فمرحبا يطالب العلم في قناة مبادئ اللغة مبادئ اللغة في نووي الفيديو قصاص النبيين بين يوسف وإخوته وكلمهم يوسف وقال لهم من أين أنتم؟ قالوا من كانعان كانعان بلد من بلاد الشام قال من أبوكم؟ قالوا ياقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم الصلوات والسلام قال هل لكم أخ آخر؟ قالوا نعم لنا أخ اسمه بن يامين قالا لماذا ما جاء معكم؟ قالوا لأن والدنا لا يتركه ولا يحب أن يبعد عنه قال لأي شيء لا يتركه لأي شيء تكررز هل هو ولد صغير جدا؟ قالوا لا ولكن كان له أخ اسمه يوسف ذهب معنا مرة وذهبنا نستبقو نستبقو فاركوس وتركنا يوسف عند متاعنا متاعنا نزفر فأكله الذئب وضحك يوسف في نفسه ولكن لم يقول شيئا واشتاق يوسف إلى أخيه بن يامين اشتاق إلى دزيره واراد الله أن يمتحنا ياقوب مرة فانية يمتحنا افره فأمرا لهم يوسف بطعام أمرا بي ordonner cette chose وقال لهم اتوني بأخين لكم من أبيكم venez à moi avec votre frère ولا تجدون طعاما إذا لم تأتو به et vous n'aurez plus de nourriture si vous ne venez pas avec lui وأمرا يوسف بمالهم فاودعا في متاعهم يوسف a ordonné que leur argent soit remis dans leurs affaires بين ياقوب وابنائهم ورجعوا إلى أبيهم وأخبروه بالخبر وقالوا له أرسل معنا أخانا وإلا لا نجدوا خيرا عند العزيزي وطلبوا من ياقوب بن يامين وقالوا إنا له نحافظون قال ياقوب هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل أمنا فلانا عليه a le sens de confier une personne à quelqu'un أو confier quelque chose à quelqu'un هل نسيتم قصة يوسف أتحفظون بن يامين كما حفظتم يوسف الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين أرحم اسم التفليل من الفعل رحم ووجدوا ما لهم في متاعهم فقالوا لأبيهم إن العزيز رجل كريم قد رد مالنا ولم يأخذ منا ثمنا ثمنا لبخي أرسل معنا بن يامين نأخذ حقه أيضا قال لهم ياقوب لن أرسله معكم حتى تعاهدوا الله أنكم ترجعون به ترجعون به إلا أن تغلبوا على أمركم تغلبوا فرلون مبنيون للمجهوري من الفرني غلبا vaincre إلا أن تغلبوا excepté si vous êtes vaincu وعاهدوا الله وقالا ياقوب الله على ما نقول وكيل وكيل وقال ياقوب لبنيه يا بني لا تدخلوا من باب واحد ودخلوا من أبواب متفردقة بن يامين عند يوسف ودخل الإخوة من أبواب متفردقة كما أمرهم أبوهم ووصلوا إلى يوسف وَلَمَّا رَأَى يُوسُفُ بِنْ يَامِينَ فَلِحَا جِدًّا وَأَنْزَلَهُ فِي بَيْتِهِ وَقَالَ يُوسُفُ لِبْنْ يَامِينَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ وَطْمَأَنَّا بِنْ يَامِينُ إِطْمَأَنَّا سُتْحُنْكِلِيزِ وَلَقِيَ يُوسُفُ بِنْ يَامِينَ بَعْدَ زَمَنٍ طَوِينٍ فَذَكَرَ أُمَّهُ وَأَبَاهُ وَذَكَرَ بَيْتَهُ وَذَكَرَ صِغَرَهُ وَأَرَادَ يُوسُفُ أَنْ يَبْقَى عِنْدَهُ بِنْ يَامِينُ يَرَاهُ كُلَّ يَوْمٍ وَيُكَلِّمُهُ وَيَسْأَلُهُ عَنْ بَيْتِهِ وَلَاكِنْ كَيْفَ السَّبِينُ إِلَى ذَٰلِكَ السَّبِينَ un chemin كَيْفَ السَّبِينُ إِلَى ذَلِكَ comment parvenir à cela وَبِنْ يَامِينُ رَاجِعُنْ رَدًا إِلَى كَنْعَانَ رَاجِعُنْ اسْمُ فَاعِلٍ مِنَ الْفِرْلِ رَجَعَ celui qui rentre وَكَيْفَ السَّبِينُ عَلَى أَنْ يَرْجِعُ بِهِ مَعَهُمْ وَكَيْفَ يُمْكِنُ لِيُوسُفَ أَنْ يَحْبِسَ بِنْ يَامِينَ عِنْدَهُ بِغَيْرِ سَبَابٍ يَحْبِسَ emprisonné بِغَيْرِ سَبَابٍ sans cause وَيَقُولُ النَّاسِ قَدْ حَبَسَ الْعَزِيزُ عِنْدَهُ كَنْعَانِيًّ كَنْعَانِيًّ un habitant de لِسَبَابٍ إِنَّ هَذَا لَظُلْمٌ عَظِيمٌ لَظُلْمٌ منَا جُسْتِسَ وَلَكِنَّ يُوسُفَ كَانَ ذَكِيًّا عَاقِنًا كَانَ عِنْدَى يُوسُفَ إِنَاءٌ ثَمِينٌ إِنَاءٌ رَسِبِيون ثَمِينٌ بِغَيْرِسِيُ وَكَانَ يَشْرَبُ فِيهِ وَبُعَ هَذَا الْإِنَاءَ فِي مَتَاعِي بِنْ يَامِينَ وَأَذَّنَ مُؤَذِّنُونَ إِنَّكُمْ نَسَارِقُونَ وَبَعَ الْإِنَاءُ فِي مَتَاعِي بِنْ يَامِينَ Il a posé le récipient dans les bagages à Benyamin وَأَذَّنَ مُؤَذِّنُونَ Alors un appelleur annonça إِنَّكُمْ نَسَارِقُونَ Vous êtes des voleurs وَالْتَفَتَ الْإِخْوَةُ وَقَالُوا مَاذَا تَفْقِدُونَ إِلْتَفَتَا se retourner مَاذَا تَفْقِدُونَ qu'avez-vous perdu قَالُوا نَفْقِدُوا سُوَاعَ الْمَلِكِ سُوَاعَ la coupe وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْنُ بَعِيرٍ la charge d'un chamou قَالُوا تَالَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضُ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ تَالَّهِ a le sens de والله لِنُفْسِدَا فِي الْأَرْضُ dans le but de corrompre قَالُوا فَمَا جَزَاءُهُ إِنْكُمْتُمْ كَاذِبِينَ فَمَا جَزَاءُهُ quelle est sa récompense قَالُوا جَزَاءُهُ مَنْ وُجِدَ فِي عَرَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاءُهُ كَذَالِكَ نَجْزِ الْظَانِمِينَ La récompense de celui dont nous trouvons dans ses bagages la coupe sera lui-même la récompense فَهُوَ جَزَاءُهُ كَذَالِكَ نَجْزِ الْظَانِمِينَ Et c'est comme cela que nous récompensons les injustes وَخَرَجَا الْإِنَاءُ مِنْ مَتَاعِي بِنْ يَامِينَ فَخَجِرَا الْإِخْوَاتُ وَلَكِنْ قَالُوا مِنْ غَيْلِ خَجَلٍ إِنْ يَسْرِقَ بِنْ يَامِينُ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌّنَّهُ يُوسُفُ من قبل وَسَمِعَ يُوسُفُ هَذَا الْبُهْتَانَ فَسَكَتَ الْبُهْتَانَ كَلُمْدِي وَلَمْ يَغْضَبَ وَكَانَ يُوسُفُ كَرِيمًا حَرِيمًا قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبَنْ شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ خُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ Prenons l'un de nous à sa place مِنَ الْمُحْسِنِينَ parmi les bienfaisants قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدَنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهُ إِنَّا إِذَنْ لَظَالِمُونَ مَعَاذَ اللَّهِ كَالَنُوْمْرَزَمْ وَكَاللَّهُ نُوْمْرَتَجْ Cette expression se traduit également par أَعَالَّهُ نُوْمْرَيْسِ وَهَاكَذَا بَقِيَا بِنْ يَامِينُ عِنْدَ يُوسُفًا وَفَلِحَا الْأَخَوَانِ جَمِيرًا إِنَّ يُوسُفَ كَانَ وَحِيدًا مُنْذُوْ زَمَنٍ طَوِيلٍ لَا يَرَى أَحَدًا مِنْ أَهْلِهِ مُنْذُوْ زَمَنٍ طَوِيلٍ Depuis une longue période وَقَدْ سَاقَ اللَّهُ إِلَيْهِ بِنْ يَامِينَ أَفَلَا يَحْبِسُهُ عِنْدَهُ يَرَاهُ وَيُكَلِّمُهُ وَهَلْ مِنَ الظُّلْمِ أَنْ يُقِيمَ أَخُنْ عِنْدَ أَخِيهِ أَبَدًا أَبَدًا تَمَالِين Exercice مَا قَالَ يُوسُفُ لِإِخْوَاتِهِمْ Qu'est-ce que Yusuf a dit à ses frères ? مَاذَا طَلَبَ يُوسُفُ مِنْ إِخْوَاتِهِمْ Qu'est-ce que Yusuf a demandé à ses frères ? مَا قَالَ الْإِخْوَاتُ لِأَبِيهِمْ Qu'est-ce que les frères ont dit à leur père ? كَيْفَ فَعَلَ يُوسُفُ لِيُقِيمَ بِنْ يَعْمِينُ عِنْدَهُ Comment Yusuf a fait pour que Benyamin reste auprès de lui ? مَا قَالَ الْإِخْوَاتُ لَمَّا وُجِدَ الْإِنَاءُ فِي وَرَحْلِ بِنْ يَعْمِينَ Qu'est-ce que les frères ont dit lorsque le récipient a été trouvé dans les bagages de Benyamin ? اِجَعَلْ الْكَلِمَاتِ الْجَلِيدَةَ فِي جُمَلٍ مُفِيدَةٍ Utilise le nouveau vocabulaire dans des phrases. الْكَلِمَاتُ الْجَدِيدَةُ مَتَاعٌ بِيَنْ مَبْ وَفَةٍ سَمْبُرِيَلْ أَمْتِعَةٌ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورُ أَرْحَمُوا بِي مِزْيَرِكَرْدِيُ أَرْحَمُونَ اُبْرِيَلْ ثَمَنٌ أَمْخِي أَثْمَانٌ اُبْرِيَلْ وفي القرآن وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَا مَعْدُودَةٍ وَكِيلٌ غَرَ وُكَلَاءُ أُبْرِيَلْ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ سَبِيلٌ شَمَعُ غُوتٍ سُبُلٌ أُبْرِيَلٌ أَنْفِقُوا فِي سَبِيلٍ اللَّهِ ظُلْمٌ آجِسْتِسْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلُ إِنَّا الشِّرْكَ لَظُنْمٌ عَظِيمٌ إِنَّا أُنْ غَسِيْبُلُ آنِيَةٌ أُبْرِيَلٌ رَاجِعُونَ celui qui revient رَاجِعُونَ أُبْرِيَلٌ وفي القرآن إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ سُوَاعُنْ سُوَاعُنْ نُفْقِدُوا سُوَاعَ الْمَلِكِ حِمْلُونَ شَعْجُ وَفَرْدُ بَعِيَرُونَ أَشَمُوا عَدُولْتُ أَبْرِيَرَتُونَ أُبْرِيَنُ وَلِمَنْ جَا أَبِهِ حِمْنُ بَعِيَرِنُ رَاجِعُونَ بَاجَ سَلْ وَمَنْتُرُ وفي القرآن جَعَلَ السِّقَايَةَ فِيَرَحْنِ أَخِيهِ بُهْتَانٌ كَلَمْنِ سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ مَعَاذَ اللَّهِ جَعَلَ مَعَاذَ اللَّهِ جَعَزَاءُ وفي القرآن جَعَزَاءً مِنْ رَبِّكَ وَمِنَ الْأَفْعَانِ إِسْتَبَقَ فُلَانًا Devancer quelqu'un Également, إِسْتَبَقَ le sens de faire la course يَسْتَبِقُ إِسْتَبِقَ إِسْتِبَاقَن إِمْتَحَنَا Éprouver quelqu'un يَمْتَحِنُ إِمْتَحِنِ إِمْتِحَانًا Confier quelqu'un à une personne ou alors confier quelque chose à quelqu'un يَأْمَنُ إِمَنْ أَمْنَ تَعَاهَدَ يَتَعَاهَدُ تَعَاهَد تَعَاهُدًا Prendre l'engagement عَاهَدَ يُعَاهِدُ عَاهِد مُعَاهَدَةً Promettre à quelqu'un عَاهَدَ ici est متعدد تَعَاهَدَ est لازم حَبَسَ يَحْبِسُ يَحْبِس حَبِسَ Emprisonné غَالَبَ يَعْلِبُ إِغْلِبُ غَالْبَ vaincre أَذَّنَ يُعَذِّنُ أَذِّن تَعْذِينَ annoncé إِلْتَفَتَ يَلْتَفِتُ إِلْتَفِتْ إِلْتِفَاتًا se retourner فَقَدَ يَفْقِدُ إِفْقِد فَقَدًا perdre une chose أَفْسَدَ corrompre يُفْسِدُ أَفْسِد إِفْسَادًا اِطْمَأَنَّ سُتْرَنْكِلِزَ يَطْمَأِنُّ اِطْمَأِنَّ اِطْمِئْنَانًا استبقى في القرآن قال الله تعالى وَاسْتَبَقَ الْبَاب اِمْتَحَنَ قال الله عزَّ وَجَل أُولَٰئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلْتَّقْوَى أَمِنَ عَلَيْهِ قال الله تعالى قَالَهَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ عَاهَدًا قال الله عزَّ وَجَل مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَانٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُ اللَّهَ عَلَيْهِ فَقَدًا قال الله سُبْحَانَهُ قَالُوا نَفْقِدُوا سُوَاعَ الْمَلِكِ أَفْسَدًا قال الله عزَّ وَجَل وَإِذَا تَوَلَّا سَعَا فِي الْأَرْلِ يُفْسِدَ فِيهَا Et voici la vidéo d'aujourd'hui qui s'achève. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. وَسَلَى اللَّهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمُ